السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد مرحبا بكم في النهار جديد تحية جديدة مرة اخرى عودة معاكم فيكم فيديو جديد ان شاء الله تحية متابعين الكرام داخل وخارج ارض وطن متابعي الاوفية الناس اللي تحقوا بالقناة شكرا لكم بزاف على التقة ديالك وشكرا لكم على التعريق ديالكم والدعم ديالكم الله مشروط وانتمنى دائما نكونوا عند حسن ظنكم ان شاء الله حتى متابعينا من الوطن العربي شكرا لكم خصوصا الناس ديال الجزائر شكرا لكم بزاف الدعم ديالكم الله مشروط فالفيديو السابق اللي تكلمت فيه علاش نوقع اليوم في أطوار الجلساء ما فصلتش يعني بالتفصيل الموميل ولكن دابا غادي نفصل وغادي نقول واحد الحاجة ما قدوش يقولوها الطرف الآخر وهاد الشي اللي كنت كانت نتاثر وشي قدو يقولوها ولا ما يقولوهاش واسمعوني مزيان شنو غادي نقول لكم طاما الكوبرا طاما الكوبرا الخوتي احنا ماشي احنا ماشي تنحاول وغادي نقول دك شي شوف غادي نقول دك شي ركاين من هاتطرف ومن هاتطرف وغادي وباش تعرفوا انني انا اي حاجة كتوصلني كنحطها كما هي المهم ما عليناش كلكم كتعرفوا الجلسة كانت اليوم درت فيديو قلت لكم اولا خطأت في واحد القاضية باش نقول للكم الجلسة غادي تكون مرافعة مرة اخرى نهار خمسة وعشرين ماشي ستة وعشرين خمسة وعشرين فهذا الشهر هذا ان شاء الله كان تقديم التقرير الطبي من طرف الدفاع ديال فاتحة كانت اسئلة كانت مجموعة من النقاط الفيديو السابق ركزت بزاف على المؤامرة اللي كان بغي يدير الكاسول المناعمة شوف كيفاش بغي يطبخ الخطة ولكن الفاكنسية اللي طلعت من طور الخوت وصراحة عرفت انه كي يستغل المواقف من اجل انه يبان بطال باش يدير الصلح انتم مشتول اللايف ديالها مالاخر اشترشماته وانا اقول لكم الصراحة والسيدة وضحت مجموعة من الأمور وانها احنا عارفين انها باغل باز وباغل تطلع القناة وكذا وجهات كلام المناعمة وكانت تذكرها بالاسم ووضحت بعض الاشياء احنا مشي اننا ننتقدو ديك سيدة متلا او لا شي حويج حنا ضدها رغرا تنكرهها الناس متمشيش غالطة غير المهم ما طلعتش في حل انه مساء الناغي حلف ممها ودك الشي اللي قالوا ليها تديرو سيدة عاقت وصدقات منطورة وعرفات ان الكسور كي يستغلها وبغي ديرها قانطارة من اجل انه يصفي حساباته مع امي نعيمة ولي دير لها شي فخ فهد شي عاش خرجت البارح ما عليناش هالخوت اليوم كانت الجلسة كانت الجلسة الخوت فطبعا كين مجموعة من الامور اللي ما قالوا همش مجموعة من الامور لما لان ما تتكونش في صالحهم وهنا اللي غادي نقول لكم شنو كين فتم طرح الاسئلة على قاع الحضور يعني قاع هدوك يعني المعنيين بالامر كاملين كانوا كانوا اه انساب منعي ملا اللي اه رهن الاعتقال واللي في صراح مؤقت اه كذلك اليوم كانوا جو الشهود من طرف اه يعني اه مريم وزهير ومنعيم واللي تم رفضهم اه طبعا كانوا جو الشهود بلا دعي اننا نسميهم اللي تم رفضهم من المحكمة اه ما عليناش كذلك كان طرح الاسئلة على كوزان اللي كان مرتبك او دي نكون معكم صريح كان مرتبك اه في الاجابات دياله كانت تدخل دائما الاستاذة باش تنقض الموقف اه كذلك اه دائما هو كان يحضر غيب النقران يعني انه اه ما كانش ما كانش ما كانش كانت اسئلة كيفاش انت عرفته كيفاش مشيته للدارك اه كذلك اه يعني انساب منعي ملا وابناتها كانوا كلهم اه يعني كيقولوا انه كان السيد والسيد خرج من الباب لاخر ومشاء للدارك مباشرة اذا كان حاضر ناهيك على انه قال ان منعي ملا كانت حاضرة والسيدة ما حاضراش وكلكم عارفين لو لا اه لطف الله يعني انها كانت في المحكامة والكاميرات ديال المحكامة اه وكذلك المحامي القيسي كان معها وطبعا عندك شي تأكدت منه اه تأكدوا منه السلوطات اه تأكدت منه النيابة العمالي اعطتها براءة لكنت كذلك هي تورطات شوفوا البزاف ذي يعني شوفوا شي حوائي جلاح ولا ولا قوتها الا بالله صافي اللي كان كان لما كانش مكانش فا اه كذلك اه مريم تم طرح الاسئلة عليها كانت كتبكي اه متأترا كان معها ولدها اه كان ضروري رئيس الجلسارة كيبقى انسان كي اه يهدن الامور فا اهدنها باش انها تجوب على الاسئلة دائما نكرات انها واش ضربات اه كذلك اه بزاف مثلا اه اه لمياء وحاميد زوج ديال المريم ولمياء اه زوجة ديال ديال اه ديال اه زهير قالت انها مكانش تأكدوا انهم مكانش ورغم دليك الدارو في المحضر اه الطام ما الكوبرا هي اللي غادي تسمعوها الخوض صراحتان هادش تيخلع بكل صراحة فا اه كيما قلت لكم انه تم طرح الاسئلة على كوزان كذلك اه الملف الطبي ديال فاتيح احطاته الاستاذة وطالبات كذلك انها تكون خبراء وانه يكون بحث اكتر اصداع صراحة معلناش فا اه طالبات طبعا دفعتي ديال خدمتو كل واحد تيحاول انه يبين شنو عندو هذا هو العمل ديال المحامون احترمتنا اليوم كاملين لا من هالطرف لا من هالطرف احنا معدنا شي مشكل مع شي واحد فقط كنحاولو نوضحو احنا دائما كيمكن كنحاولو نوضحو ذاك الشي اللي وقاعوا النور الرأي العام طبعا اه كانت اسئلة على فتيحة ان فتيحة اه وطبعا اللي عجبني هو التدخل ديال الاستاذ النوري اللي طبعا قال انه اه سيدا يعني هملت ذاك الصباع كذلك رئيس الجلساء قال ان الاهمال يمكنش ضربة انها تدير ذاك شي اه الاهمال لانه اولا مشات الحمام اولا لانم تكون في حال هكاك القاضية في هالفاصمة وشي حاجة مضروضة ما خلصك تمشي الحمام ولا تقربوا بالماء باش للحمين شف ويبرع ما علناش حنا ما شي هذا هو الاهم كانت محاولة دائما كالعادة انه الميل في تحول الى الجنايات ولكن الى حدود الان مازال ما اه يعني مازال ما اه اه يعني شنوكين وشي تحول الجنايات ولا ما يتحول اكيد شوف غالي نقول لكم رأيي الشخصي غالبا ما يتحول لجنايات لاولو هالا القاضية اللي كيحاول كاسو دائما يهضر عليها طبعا هما الاستاذة عندهم تواصل معه ما تقولوا هاته تعرفوا في الفيديوهات هي لك تعطيهم المعلومات اه كانت الاستاذة كتحاول بما امكان بكل ما وتي من قوة انها تقول لعدم اختصاص المحكمة اه وانها القادر الميل في تحول الى الجنايات ولكن رئيس الجلسة قال انه لا يمكن ولكن رئيس الجلسة كيمكن لكم قال انه لا يمكن انه اه باش نحوله الميل في الى اه الجنايات لانه اه اه اصبع ركن في اللو العادي ولكن اه 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 يعني ما كتيش كتسوانيه ما كنتيش كت ته اه تضيليه البال ربما مشي بيه الحمام اولا شي اما هاد القبيل فهو يعني مشي ديك الضرب هو اللي حول الصبع عفوا لهاد الحالة هادي هاد شخصا نقوله المتابيع باش الناس يعرفوه يعني شنو قاع في الجلسة طبعا الطامة الكوبرا هي اللي غدي تسمعوه الخوط طامة الكوبرا هي اللي غدي تسمعوه هو انه مظهره اللي اه قالت نعم انهم كانوا كده ومظهره اللي في الفيديوهات كتقول انه يعني كين فيديوهات اللي كتقول فيهم انه مريم ما ضربتهاش يعني ما ضربوهاش وقالت لكم انه وصلتني واحد المعلومة انه يعني مريم ما ضربعتش بالعكس مظهره اللي شبرات في مريم ولكن منعيم في كهام النهاء وكاده وقالت بالنسبة لزهيرك يعني اعترف который قامت بالك وصولتني انه اعترف شخص يكشي اناك كثيرا متوفرة الخناة التي هنا قادران سيتعرفوه هي ان اهم مظهرة عن الشهادة الطبية اذا لم شدوا اخبار حتى هن الفيديو الشهدة الطبية المظهرة قالوا ليها كلها كان انه من طبيب كانت تول م� 무서وة تisson كيف يجب هذا الشهادة الطبيقة لهم منار وسمحوا لي بزاف الخود لانني مريض فيها سخانة ولجع والله العظيم هادشي علاش بزاف الناس يكتبوا لي ويقولوا لي كامل الصوت انا راه دير معكم فيديو باللهين الله المهم ما عليناش طامة الكوبرا هي النمو يزهرى يعني قالت لهم انا ممشيتش للطبيب اذا شكون جاب هاد الشهادة الطبية واش تطبيب لا واش الشهادة الطبية مني جبتها علش مقلتوش هاد الشي المتابعين دي الكو مولاد شحبر علش مقلتوش انتم وارمين كتحملواش نعيم بالبداوية واللي وصلتكم هاد الشي وطبعان كتقولوا ان الاستاده sleek توصر لكم هاد الشي علش مققتلكون ش ان الشهادة طيبية اللي ديرين لم يزهرها السيده ما جايبةش خبار اذا هنا غد يدخل الاستاد النوری غد يقول قيد السيد الرئيس هاده شهادة طيبية مزورة السيده ما راح شت متقضى بالاوله هم اكم عارفين اذا هنا تظوير شهادة طيبية السيدة ممشتش طبيب ما شايفها مولوهية كتعترف فمها طبعا كين كاتب الضبط في الجلسة راه كيدون اي حاجة كتقل فهدي هي الطامة الكوبرا علاج قلنا لكم ان يتم واستغلال مظهرة من اجل بصوروا ان هنا قد نتكلمو حتى على الاستاذة ذكرات حتى اليوتيوب قالت ان القضية يتابعها اه مليون ديال الناس في اليوتيوب لكن تنحيي الناس يعني السلطات اللي لا يعترفون بمواقع التواصل الاجتماعي ديال كي تقال فيهم المحكامة لا تعترف الا بالادلة وهنا كانت تدخل من الاستاذ وكذلك من رئيس الجلسة ان احنا في المحكامة ماشي في اليوتيوب احنا في المحكامة ونناقش ما يعني اه المعطيات بالادلة والبراهين تصوروا هذي كان دارت ما ما قلتهاش هذي ما قلتهاش ببانوراما هذي ما قلتهاش وما قلتهاش كذلك ان مظهرة ما جيب اخبار على شهادة طبية اللي مديورا شهادة طبية مزورة اكيد وهنا فاطينا الاستاذ النوري الى درجة ان الاستاذ النوري اه يعني وكانت تطرح الاسئلة كذلك على المظهرة باش ما ننساش هذي اه تم تدخل الاستاذ اللي قالت انه اه اه يعني مظهرة رفيته مئة سنة وكذا ولكن كان الاجابة بان احنا كن نسولهم مظهرة اه بكل اداب ورقي وسيدة كبيرة على راسنا وعلينا بالاحتراب هذي ما قلتهاش في الفيديوهات ديالكم هذي شخصكم تقولوه في الفيديوهات ديالكم تصوروا والخوت هذي شي قعلك يتقال يعني انتم معارفين انه كوزان ضرب في القاضاء الان هذي هو اللي خالعو كوزان علاش قال ان شمن قاضاء وشمن كادة وضرب في القاضاء لانه اه لما دار واحد وشي كاذبة وبلغ على ان مي نعيمة كانت حاضرة الان كيضرب في القاضاء علاش لانه كينا واحد شهادة طيبية ديال رجاء اللي كيقولو احنا ما كناش تمتن نقشو دك شي كنسمعو فرجاء قالت انه ضربها وحتى يعني انساب مي نعيمة ولدها قالوا انه كان تم اضربها وهربوا وخرج من اه اللور الباب اللور ومشال دارك الملاكي وتيقول في اليوتيوب انه ما كانت وانه ما كانش حاضر لانه هنا طرحت مجموعة اولا من العلامات ستيفهم كيفاش انت جيتي حطيتي مرتك وبنتك وكذلك يعني استسمح جتي حطيتي مرتك وولدك ومشيتها دارتي ومشيتها في حالك هذا لا يعقل المهمة اخوت هذي هي الطامة الكوبرا انه هذي ما قدوش اهدروا قلوها لكم انه اه الشهادة لمديولة المظهرة انها مزورة السيدة ما جيبتها العلم لها وهنا اه اه تنرفع او لا ارفع القبة على الاستاذ النوري اللي كانت مرافعة دياله ساخنة واحدة الحاجة اللي يخصكم تعرفوها تم التأجيل اه لان الاستاذ النوري قدم كذلك الفيديو اللي فيه اه الواعيد من فتيح المناعيمة ولبنتها انه ما غيكون صاحب الطرابش وبالزاف الحويج ولي تم كذلك اعطى الامر بانه يتفرغ كذلك الاستاذة كانت كتك حب بالزاف واش مريضة والعلم ولله او لا ارتبكات او لا لانه اه كانت واحد التبوريد في المرافعة هذا هي الخدمة ديال المحامون كانت واحد المرافعة اللي هي قوية واحد مرافعة سخونة فالاستاذة واش عيانة ولا مريضة يعني اه كانت كتك حب وما كانتش تقدر تتكلم يعني بحل لكي عندها واحد تنفس بدك يقلال عندها فطبعا طلبت التأجيل وكذلك الطالب اه يعني تمت المطالبة من الاستاذ النوري بتفرغ هذاك اه الفيديو اللي كانت توعد فيه اه فتيحة ولي ما كانتش ضربة ليه الحساب المهم اللي قد نقول لكم هدا مكان تصوره ان السيدة امي زهرة سبحان الله ربي كبير دير اللي اشي هدا مو زورة اذا خرج لنا الكاسو اللي قول لنا مني جبتو هاد شهده المو زورة لامي اه زهرة خرج قول 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 كوزان مني جبتوها والسيدة ما جايب اخبار وما دابت لا طبيب لا تشي حاجة فهذا الشيلي كان اليوم الخوت هاد الفيديو غيرت نوضح بعض النوقات وكذلك كي ما قلت لكم التأجيل ها علاش ها علاش لانه اه دكسي دي كذلك طالبة من الاستاد وكذلك من الطرف دي المناعمة انه هو يتفرغ وكذلك الاستداعيات ولا ما نعرف العلم ولله لانها بدت كتك حب وتوقفات يعني المرافعات اذا غادي تستمر المرافع نهار خمسة وعشرين في الشهر ان شاء الله وغادي نوفيكم بكل جديد هذا ما كان في هذا الفيديو دمتم في رعاية الله وحفظي قبل ذلك لايكات والبارتاج باش الصوت يوصل وهذا ما كان تعليقكم تهمونا اشتركوا في القناة